اهلا بكم في موجز لي اهم الانباء قدمه لكم من راديو ام بداية توصل تقدم المتهمين في قضية قتل الشاب جمال بن اسماعيل ماما قاضي التحقيق لدى محكمة سيد محمد الى فجر اليوم الثلاثاء اين تقرر ادعو 18 شخصا للحبس المؤقت بالقليعة من اصل 92 شخصا وافادت مصادر لراديو ام ان تقديم المتهمين اوقف بعدها ثم السؤنف صباح اليوم مع باقي المتهمين وعليه قائمة الاشخاص الذين سيدعون الحبس المؤقت مرشحة للارتفاع واختلفت التهم الموجهة للمتهمين حسب ذات المصادر بين من وجهت لهم عشر تهم واخرين وجهت لهم تهم اقل كما تم الافراج عن اربعة اشخاص كانوا رفقة جمال بن اسماعيل في الاربعاء ناثيرة بتزيوزو في خبر اخر اعتبرت الرابط الجزائري لدفاع عن حقوق الانسان ان الغلق النهائي لوسائل الاعلام لا ينبغي ان يقضع لسلطة وزير الاتصال او حتى سلطة ضبط السبع البصري وانما القرار يقع ضمن الاختصاص الوحيد للسلطة القضائية اي العدالة جاء ذلك تعليقا على قرار وزارة الاتصال بالغلق النهائي لقناة الجزائرية وانا وسحب الاعتماد من قناة الولاد لمدة اسبوع كامل وكانت نفس الجهائية وزارة الاتصال قد قررت سابقا الغلق النهائي لقناة نينا تيفي صحب اعتماد قناة فرانس بانتكات وقناة الحدث اضافة الى توقيف البط عن قناة الحياة مؤقتا قال وزير الفلاحة والتنمية الرفية عبد الحميد حمداني ان الحرائق الاخيرة اتت او اتلفت ازيد من تسع وثمانين الف هكتار عبر خمس وثلاثين ولاية وافد الوزيرنا العمل جاري لتقييم الخسائر جراء الحرائق الاخيرة اضافة الى القيام بعملية التهيئة وتجسيد عملية التشجير ننتقل المتابعين على اخبار مغربنا الكبير اصدر رئيس التونسي قيس السعيد امرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائي المتخذة بمقتدى الامر الرئاسي عدد ثمانين لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس النواب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل اعضائه ذو ذلك الى غاية اشعار اخر اما بالمغرب صدق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق المادتين اثنتين وثلاثين وخمس وثلاثين من القانون وانشاء وكالة وطنية لتقنين الانشطة المتعلقة بالقنب الهندي وحدد بيان لرئاسة الحكومة الجهة التي ستتولى الوصاية على الوكالة ممثلة في وزارة الداخلية مع مراعاة الاختصاصات المخولة للسلطة الحكومية المكلفة بالامور المالية نختم متابعنا باخبار الثقافة وفي اطار البرامج الافتراضية للمركز الجزائري للسينما ينظم متحف السينما الجزائرية تكريما لمحمد ايغربوشن اول ملحن جزائريا للموسيقى الكلاسيكية والسينما التكريم سيكون على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمركز الجزائري للسينما وذلك من 23 الى 26 اوت الجاري بهذا نكون متابعين قد انهينا هذا الموجز نتكر انه باستطاعتكم متابعة اخبارنا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا وعلى موقع غازو تيغي ام.نت ومغرب ايماجون.نت الى اللقاء اشتركوا في القناة